الحقيقة إنه يعني يعني دي آخر حلقة الأسبوع ده آخر حلقة في رمضان يعني ليا يعني إن شاء الله نرجع بعد العيد بقى بس يعني هم كلمتين حب نقولهم قبل ما نمشي محدش ضامن الناس بترجع ولا لأ يعني إنما مصر هتبقى مكان مخيف أكتر من كده مرعب مصر هتبقى مكان مخيف وده مش كلام مش أمنية أنا بتمنها ولا كلام إن شاء ده كلام حقيقي الدنيا بقت بتغمأ كل شوية الدنيا مصر كانوا زمان عملوا تجربة لمجموعة من الفران على حيط الجبنة إنه تحط حيط الجبنة وجيه فار في حيط الجبنة قدام الفار كبيرة فيقعد يأكل بمزاجه وين حطوا معاه فار تاني برضو الوضع ماشي وبعدين بقى فيه فار تالت إنه وضع ماشي أربع الرابع تمام الفران لما كترت حيط الجبنة بقت قولة إيه لعليهم فبدأ يأكلوا بعض بدأ يقطعوا بعض فعلا على حيط الجبنة هو ده السلوك لما بتقل السبوبة والنهيبة الناس تأكل بعض تعالي نشوف بقى حصاد اللي بيعملوا السيسي والزئاب بتوعه في مصر لو لو أنت لسه مخدوع أطلع فيها عايش في دور رهام سعيد وتمثل أو مدام خواتم وتمثل أو مونة الشازلي وتمثل لو لسه مخدوع تحب تشوف الحتان دول اللي ممكن يجي من وراهم خير خليك بقى معايا دلوقتي عشان أوريك إيه بقى شكل الحتان من أربع شهور بالضبط يا حضرات يعني في شهر نيسمبر 22 وزارة الناء زفت لأهالي سيناء والسياح والحطابين في الجبال كل اللي بيزوروا سيناء بالناء انتهت من تطوير طريق شرم الشيخ دهب أنا مشيت على الطريق ده طريق شرم الشيخ دهب أنا مشيت عليه وطلعت بالفيديو ده ورت الناس عملية التطوير قاعدت تطوير أهو مبدئيا مش هنتكلم على يعني مايفوتناش ولا يجب إنه يفوتنا ولا يعدينا الإبداع اللي شفناه في الأول يعني حاجة كده بتفكرنا بأول لوجة عمل وقطع الإنتاج في تلفزيون المصري يعني أول حاجة بص كده حطها جنبي كده خلي الأجيال تتعلم بقى اتعلمه ما تعملوش كده بص بص شايف بص صفر شايف سفينة شايف الرمزية شايف الرمزية انت بالمهلبية شايف الحاجات بقوا فيه شغل بقى ما احنا هنشتغل بقى قولنا نشتغل بقى قولنا ما نبخلش بقى ونشتغل فجبنا واحد أعمى ضبش يعمل اللي انت شايفه ده دي وزارة النقل يا أولاد دي وزارة النقل دي معاها فلوس بالعبيط ده بص لأ وشفت انت ده بقى شوف ده بقى قس هنه الأرقام بالأزرق صح صح مع بعض شوية ده شغل بقى جامد قاوي احنا اي حاجة كده قدامك وبتنزل والعصية تطلع الاول اوعى يفوتك ده اوعى اوعى يفوتك ده اوعى وما تسمعش كلام الحاكدين اللي يوعد يقولك بص ده ده بريزنتيشن يا جدعان حرام ده المكاتب تحت بير السلم في صفت اللبن في زنين لو روحتوا لعيال فاتحين سايبر أو فاتحين مكتب في بين الصريعات قلتلهم اعملولنا تتر يا عم روح لشركة انتاج قلتلهم اعملولنا تتر نقدم بيه الحاجات انما المركب اللي عدت دي مش معقول مش معقول دي جات في جنابي ما علينا مش مشكلة وشفنا الطريق زي ما شفته في الفيديو كده حضرت شايف شايف الطريق طريق ده ولا مش طريق طريق ده ولا ايه احنا بقى قلنا نعمل طريق بقى يعني بص احلى طريق في الداني ده طريق ده بشارم الشيخ الفيديو اللي الوزارة قالت انها امنت الطريق ده مية مية ضد السيول ضد السيول وعملت حاجات بقى يا معلم كل حاجة عملتها تمام جدا مية فل مية فل واربعتاشر انت بس الطريق ده تقلي عليه البيض يعني تغبط بالتنف بعضه وتقلي بقى وكل بقى كل وانت راح دهب او انت راجع من دهب ماشي وطلعت كل المواقع تشيد بالطريق كلها كل المواقع تلعة تقول اتطمنوا السيول مش هتأثر ليه ليه مش هتأثر انتوا متسافرتوش بره انتوا مش هتفرتوش بلد ليه السيول مش هتأثر ازاي يعني نشوف كده طلعت قالت ايه بقى النقل تنتهي من تطوير طريق شرم الشيخ دهب وتؤمنه من السيول ايوة ازاي بقى ايوة ايوة ولا ازاي امنتوا من السيول بقى يعني هتبقى الطريق تاني كده معلش هتبقى الطريق كده تاني وقالك بتأمن من السيول هتبقى الطريق تاني كده معلش حصلنا ايه دي حصلنا ملزقة معرفش لئه ايه ازاي بقى منتو من السيول ازاي اعملت مخارات للسيول مسلا طب عملت شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي بالعين رمالي الشبك مدريت انا بروحي عملت حاجة بس اوقف هنا اوقف هنا يا راجل اوقف يا راجل لقوا بتعمل فاست موشن اوقف هنا ايوه هنا الجبل ده الجبل ده هو ده لازم اتحطى عليه شبك الجبل ده هو اللي هو قريب من الارض ده قريب من الطريق ده ده لما لما تروح تركيا والبلاد المتحدرة تلاقي نفسك وانت سايق وجنب الجبل كده بيتحط عليه شبك مش شبك بتاع الشادية زي ما قلتلك كده في الفيلم شبك حبيبي لا شبك حقيقي مش شبك حبيبي الشبك ده عشان لما السيول الارض تتحرك لأي سبب لأي سبب السخور تتحرك وتقع ما تقعش على العربيات اللي هتمشي في الطريق زي ما انت شايف كده فحضرتك الشبك السخور دي منها للطريق على طول كده اه طب امال انت صرفت الفلوس في ايه لكن زي ما قالوا انت قلت بتأمنها خلاص نشوف المية تكد بالغطاس وفعلا جات المية بس الغطاس مجاش لان الغطاس كان كامل بالوزير اللي هبت مليارات في الطريق ده فالمية جات خدت الطريق كله في سكته وفي ضمارته وقادي الطريق يا حضرت تتفضل بقى ما شاء الله صديق الشرم الشيخ ذهب مقظوم مفيش يعني اي وسيلة الله يصر العربيان بيك اللي وافر الله يصر اشراك محمد اكمان الطريق ده ده اللي رايح اللي رايح اللي رايح اللي رايح دهب سيل نازل عامل ازاها بالطريق وده اللي جاي وده اللي جاي من دهب اجدعان قريب افر السيلة السيل نازل كله اجدعان قائنا عربية واضح ان الجبل وقع عليها اسطف الله العظيم يا رب اسطف الله العظيم يا رب يا حول الله يا حول الله يا رب يا حول الله 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 يا رب يا رب يا رب يا رب ويصبرها وبناء ويصبرها مص المنظر شمال شمال ماشي الله يشتر طريقة الله يشتر طريقة الطريق من شرمل لدهب سيول وشتاء جامد ودهب فيها شتاء جامد ما نصحش اي حد يعني يسافر ربنا مع الجميع سبحان الله حلوة قوي حلوة جدا الطريق ده حضرات في جزء منه السيسي تكلم عنه في 2019 وقال السيسي قال انه الطريق ده كلف الدولة خمسة مليار ونص النص ده بالمناسبة كتير قوي النص ده يعني خمسمائة خمسمائة مليون جنيه يعني النص ده وقت تفكر النص ده يعني بتاع النص كيلو يعني لا النص ده كتير قوي ده النص الخمسمائة مليون ده يعمل مدارس ماشي مهم السيسي قال ان الطريق ده كلف الدولة خمسة مليار وخمسمائة مليون علشان ما يغرأش ولا ينهار بسبب السيول ودي كانت النتيجة عقب كل سيء اللي يحصل في منطقة جنوب سينا يقولوا الطريق اللي موجود هناك اتقفل وانهار جزء منه ونقول كمان ان كل حركة العربيات اللي موجودة على الطريق القديم اللي احنا بقى طريق النهار ده خاص بالمدن الصغيرة اللي موجودة ده طريق المود ده عشان مشي انا بقول الكلام ده ده الوقت اللي ايه؟ لان احنا عشان نحلوا المسألة دي حطينا خمسة ونصف مليار جديد ماشاء الله مرأس طريق الشرق الشيخ ذهب مقبول مفيش يعني أي وسيلة الله يصر العربيات فيك اللي وافر الله يصر ايه فين بقى؟ حطتهم فين؟ من غير اباح يعني حطيت الخمسة مليار فين؟ انت بتقول عشان احنا مش عايف نعمل ايه؟ حطينا خمسة مليار فين؟ حطيت خمسة مليار فين؟ ده انت فاجر؟ ده انا ما شفتش في فجرك لا انت ولا كامل وزير والله العظيم مصر معداش عليها فاجر زيك والله ده فاروق فاروق ابن فؤاد ابن الخدوي اسماعيل اللي هو يعني جده محمد علي عمل البلد دي على رجله لما جاي عمر يعمل ترميم لليخت الدنيا تقلبت عليها يعني ده فاروق ليه البلد بتاعتهم؟ يقينا البلد بتاعتهم؟ القصور اللي كلامك كان بنيها بتاعتهم؟ اليخوت بتاعتهم؟ الجناء بتاعتهم؟ ولما كان يجي يعمل ترميم وقف الراجل قال له اذا كان ده بتاع مصر ما تركبوش اذا كان ده بتاعك ما ندفعش فيه ترميم ده السيسي بيبني قصور وبيسرق وبينهب وبيحط خمسة مليار في طريق بين دهب وشرم الشيخ عشان ما يحصلش فيه النتيجة بقى انه حصل فيه كده بالمنظر ده ده غير فلوس التطوير اللي اتعمل بعد كده في الطريق اوقع تقنعني ان ده مش فساد اوقع تقنعني ان ده مش سرقة اوقع تقنعني ان كاميرل وزير محترم ومش حرامي اوقع تقنعني ان شركات المأولات اللي اشتغلت في الطريق دي مش حرمية واوقع تقنعني ان لوقات الجيش المسيطرين على المشروعات بالامر المباشر يا راجل ده الواحد منهم بيمشي أقول لك الحاجة عشان تعرف الفرق بين طريق وطريق أنا من طريق وإنت من طريق بص على أي طريق في أي دولة في أي دولة نروح تركيا نروح دولة اسمها تركيا بص على الطرق اللي عليها جبال بتبقى عاملة إزاي بص شايف الطريق الطبيعي كده بقى الطبيعي إن هناك فيه صور تقريبا بارتفاع المواط بص اتفرق هذه الطريقة ليه بقى لأن السخور دي ممكن تقعد بلقى دمين ولو السخور دي تحركت بص شبكة وشبكة قدامها وتلاقي الجبال مربطة بشبك بص يعني إنت لو ركزت في الصورة اللي فاتت دي هتلاقي دولدبل شبكتين يعني الصورة اللي فاتت اللي قبل دي هتلاقي شبكتين شبكة بص شبكة على الجبل نفسه وشبكة قدامه هو كده لأنه فيه تحت طريق وفيه بشر ماشيين على الطريق ممكن السخور تتحرك تقع تعمل كوارث كوارث بص دي شبك دبلة تفرق ليه؟ عشان السخور ما تقعش وده يتكلف يا ولا يتكلف طبعا يتكلف كتير كتير طبعا ليه؟ لأن أروح الناس أهم إنما حددك تروح تدفع خمسة مليار في الطريق أصلا الأسفلت بتاعه التاكل كده بص شاف الشبكة أي طريق جبلي في دولة محترمة أي طريق جبلي في دولة لازم يبقى كده لازم يحاض بشبك وتبقى أنت ماشي متطمن إن لو حصل أي حاجة زلزال حراك أرضي أي حاجة الصخر لما ينزي مش يجعلك خالص تفرق والله إحنا شفنا ده أنا شفت ده لما كنت في تركيا في أي طريق وفي كل طريق جبلي زي الحلاوة وما بيطلعش أردوغان يقول لهم عملنا خمسة مليار مفيش كلام الكذب ده لكن تكذاب وحرامي